بسم الأيب والإبن وروح الكدس لله الواحدة أمين ربنا يدينا النهاردة نعم نتكلم في موضوع كنا لسه قيلينه لخدمة سانوي بس هو موضوع طلع مهم جدا لكل الأعمار طيب يعني حاول علي صوتي طيب حاول علي صوتي حاط الموضوع النهاردة عن أفكار مغلوطة عن الله أفكار مغلوطة عن الله يعني ساعات نفتكر ان احنا فاهمين وعارفين ويطلع الفهم بتاعنا في مشاكل ربنا يدينا النهاردة نعم نتكلم على كده أول حاجة نقولها في الأفكار المغلوطة دي هي شوية حاجات كده هقولها لكم وراء بعد مثلا ايه رأيكم في اللي بيقول ربنا هو اللي دخلني الكلية اللي أنا دخلتها بس أنا مكنتش عايزة دي هو ربنا اللي دخلني الكلية دي ربنا هو اللي جوزني الشخص ده وهو اللي حطه قصادي ربنا هو اللي خلاني أحب الولد والولد يجي يقول ربنا اللي ودأت اللي داني البنت دي وأنا أصلا عامل ايه ربنا حطها قصادي فاهمين قصدي يعني ايه أنا بحمل ربنا مسئولية الغلطة اللي حصلت دي أول فكرة مغلوطة من الأفكار المغلوطة عن الله إن أنا ممكن أكون مش فاهم دور ربنا أصلا في الموضوع ايه ومش فاهم دوري أنا في الموضوع ايه واعكس الحاجات اللي أنا مسئول عنها ألوم ربنا عليه والحاجات اللي مسئول ربنا عليه برضه ألوموا عليها يعني ما بخليش بس ما كنتش عارف فين الحدود فين الحدود بيني وبين الله مذاكرتي مثلا لما أنا كنت صغير وأنا بذاكر مين اللي كان مسئول عن المذاكر أنا واللي هو ربنا مسئول عن الحاجات اللي أنا مقدرش أعمله وأنا مسئول عن الحاجات اللي أنا في إيدي أقدر أعمله يعني ايه؟ ربنا مسئول عن الكون اللي أنا مقدرش أعمله عن وجود عيلة أنا مقدرش أصنعها ربنا يعني بهيق الظروف من قبل أن أأجي لكن مجرد أنّ أنا باستلمت في إيدي كتاب وعندي وقت 24 ساعة يقولي دي مسئوليتك تفضل. اتعب وأنا هنديك أجرة. يقول كده الفاعل مستحق أجرته ويعطي كل واحد حسب أعماله هو. فلما أن النهاردة قرمي على ربنا المسئولية. يعني بنت مثلا ما تدققش في الاختيار بتاعها في الجواز. ما تدققش. جالها عريص. ماما قلت لها يلا اتجوزي بابا شد عليها شدة اتجوزة. البنت دي ما فكرتش. تيجي بعد شوية اكتشف ان في مشاكل. تيجيت له مين? ربنا. ليه? انت ليه خليتني اتجوز? لا. هو أنا اللي سكت وما اردتش افكر. أنا اللي ما اختبرتش الموضوع. أنا اللي صدقت كلام الناس. ان كل حاجة بتيجي بعدين. حتى التفاهم يجي بعدين. وهكذا. فهمين قصدي? ليه صدقت ماما وبابا. لما ماما كانت طول الوقت بتعيط عايزان اتجوز وخلاص. وبابا اللي كان بيقول لي يا بنتي انا شايف الصحة وانت والا تفهمي حاجة. فهمين قصدي? البنت يلا يا تتلام. صحيح الام هيجي لها من الحب جانب لما هي تلوم نفسها على الاختيار الغلط والقب. ولكن برضو البنت هيبقى ليها ايه الملام? طبعا الكلام اليك يا جارة. انا مش بلوم البنت دلوقتي انا بلوم الام اللي بتضغط. يعني عشان بس ما نضغطش كده. لان البنات ساعات ما بيكونوش مقتنعين بس احنا بنعيط وبنبكي. ونحسسهم ان الدنيا خربت خلاص. البنت سنها وصل مش عارف كذا. فتبقى مصيب. بعد شوية يحصل زعل كبير خالص بين البنت وبين ربنا. طبعا احنا المسؤولين عن الموضوع ده. حتى في الاصدقاء اختيار الاصدقاء. ده انا عايز اقول لكم الفكرة بتاعت المسؤولية دي. بنبوازة خالص صدقوني لما يجي العيال بتلعب كورة. يقول لك كاته تيجي جون ولكن ربنا سطر. فهمتوا قصدي الكلام معناه ايه? ان ربنا واقف جون. فهو اللي بيصد الجون. بدخل الحاجات التفهة كانها مسؤولية مين? مسؤولية ربنا. طبعا انا كده مش فاهم دوري. انا مش فاهم دوري. الولد والبنت اللي يفضل يصلي 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 يا رب يا رب انا عايز ادخل كلها الفلانية. ماشي. بس. طب تصلي. اه وروحت ولعت شمع. وحطيت ندر. وجبت زيت. ورملة. وزورت كل الأديورة. وبابا جاب لي في البيت. اكساد اديسين. وتحت راسي مش عارف ايه. وحاطت. طب حلو كل الكلام ده جميل. لكن فين المذاكرة? فين المسؤولية? هي دي القصة. ينفع واحد يروح للدكتور بتاعه. ويلوم ويقول له انا زعلان منك يا دكتور. الدكتور يسأل ليه? عشان انا عييت. ها? ايه رأيكم تنفع? ليه? ما هو مش مسؤول عن كده. هو مسؤول لما جيله يديني علاج. لو ما ادنيش علاج يبقى دكتور غلطان. لكن انا اللي بغلطتي قعدت في مكان. في ميكروب في فيروس في حاجة. انا اللي انا اللي وقعت في الغلط. وما لقمش حد غيري. عشان كده يجي داود النبي يقول على الحتة دي. في المزمور الخمسين يقول خطيتي امامي في كل حين. ما ينفعش. يقول كده لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. يعني اذا تطولت عليك. وقلت عليك كلام كأني بحكمك تغلبني يا رب. لان انت بار. لا تخطئ ابدا. انا اللي فيها الغلط. مش انت. زي بالزبط. حتة. هو ربنا ليه سايب فلان من غير ما يعدله ويزبطه. ليه فلان الشرير ده ربنا مش بيزبطه. ربنا يقدر يضربه. يكبره. يعمل. يسوي. يموته. ياخده. ليه ربنا سايبه. نفس الفكرة. هي مسئولية مين ان هو يتوب. الشخص نفسه. شخص نفسه مسئوليته يتوب. المسيح يقول كده ها انا زا واقف. على الباب واقرع. ما يقدر ما يرضاش ربنا يقتحم حد. ما يرضاش ربنا يلغي مبدأ الحرية والارادة اللي هو صنعها اصلا. عمل القانون وقال له من جميع شجر الجنة تأكل. اما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل. فخلاص. لكن ما اكبروش. وقال له غزبا عنك هتاكل كذا ومش هتاكل. لا خلاص. ده له حرية الاختيار. قال له كده في قرمية وضعت امامك طريق للحياة وطريق للموت. اختار الحياة اللي كيتحية. هو ربنا اللي قال لنا كده لكن ما اكبرنيش. عشان كده لما بنيجي نصلي. لاجل حد ضال او حد بعيد عن ربنا. لازم يكون في بالي فكرة ان الحد ده نفسه لازم يشغل ارادته بقى ويتوب. عارفين اول خطوة في علاج الادمان. لما يجي مسحة نفسية او مسحة ادمان تاخد واحد زبون جديد. اول حاج يعملوه هو على الباب. يقول له انت جاي ليه? انت عايز تبطل? يقول له كده انت عايز تبطل لو قال لهم اي كلمة غير ايوة انا عايز ابطل يقول له شكرا مش عايزينك. لازم هو بارادته يكون جاي. لا بابا اللي زقه ولا ماما اللي زقاه ولا امراته ولا حد خالص. هو من نفسه قرر ان هو يكون ايه? عايز ابطل. هي دي الارادة. عشان كده المسيح يقول ارجعوا اليه فارجع اليه. اعملوا المسئولية بتاعتكو ام انا اعمل المسئولية بتاعتكو. لكن انا عايز اعود. مش عايز اتعب. وبالوم ربنا وبس. لا دي فكرة مغلوطة عن الله. ربنا مديني انا الحرية ومديني الارادة بيقولي اشتغل اتعب. عشان تاخد ايه? تاخد اكليل. طيب دي اول فكرة مغلوطة عن الله. لا افكار كتير الحياة. احنا بنعك كتير قوي في حق ربنا. تاني فكرة فكرة ان هو مش بيسمعني. يعني ايه بقى مش بيسمعني. شو بقى كل واحد فينا كده يا ما صلى وطلب من ربنا شوية حاجاته ما تحققتش. فييجي عند الحاجات دي يقول دايما كده تجي له فكرة ايه? انا يا ما صليت. وربنا ما استجبش. يا ما صليت لاجل الموضوع ده هو ربنا ناسيني. نقول كده دايما ربنا ايه? ربنا ناسيني. او هو بيسمع للإديسين. انا كنا انا مش إديس. اكميني انا مش إديس مش هيسمعني. عشان كده في ناس تتواكل على زيارات إديسين وزيارات قديورة وتقول لهم بصوا انتوا صلوا بدالي. واحد يشوف ابونا في اي حيط يقول صليلي ابونا. طيب ما انت تصلي? قالوا لا لا وانا ما بعرفش. انما انت ابونا انت تصلي. لا ما ينفعش. ربنا بيسمعنا. طيب انا عايز اقول لكم حتة اية في منتهى الجمال في اشعية خمسة وستين. في منتهى الجمال. اللي حفظها هيبقى سعيد جدا في حياته. يقول ايه بقى? يقول قبل ما ها يدعون انا اجيب. وفيما هم يطلبون بعد انا اسمع. تاني? يقول قبل ما يدعون انا اجيب. وفيما هم يطلبون بعد او يدعون. انا اسمع يعني ايه? ربنا عارف بسابق علمه ان انا احتاج كذا. وهطلب كذا في اليوم الفلاني. فمن قبلها بسنين طويلة بيقول اللي حاضر هعمل لك اللي انت طلبته. وهدي لك اللي انت عايزه. هعمل لك كل حاجة. يعني مثلا. واحد لسه ما اتولدش. طفل لسه ما اتولدش اصل. ابوه وامه لسه اطفال. الولد ده لما هيجي ويتولد ويكبر ويقول لي نفسي اهاجر امريكا. بسابق علم ربنا ده يحصل بعد خمسين سنة. فيقوم ربنا مدبر ايه? مدبر كنيسة وليدة تكون في المكان اللي هيروح عليه ابني. ليه? عشان قدام ربنا يرعى لما يروح. فهمتوا قصدي? قبل ما يطلبون انا اجيب. وفيما هم يطلبون بعد انا اسمع. يعني ايه فيما هم يطلبون بعد انا اسمع. يعني طب ما دم يا رب انت عارف كل حاجة. يبقى خلاص يعني بتخلينا نصلي ليه? ما ده هيحصل هيحصل وانت عارف. ليه بتصلي? لا عشان العلاقة اللي بيني وبينك ده انت ابني. ولما انت تيجي تقول لي مش اقولك خلاص خلاص بطل بطل انا عارف. زي ما احنا بنعمل مع العيال كده. الولد يجي من دول يتكلم معنا في اي حاجة? ماما انا عايز بقولك ايه? بلاش لفه ودوران. انا عارف انت عايز ايه? مش انت هتقول لي كذا كذا كذا? اه يا مام خلاص خلاص عملتولك يلا. لا. كده انا بقطع العلاقة. ربنا بقى ما اعملش كده. يقول لي ايه? وفيما هم يطلبون بعد انا اسمع. يعني انا قاعد مستني سمع الكلمة عشان اقولك حاضر. ها انا زا. ربنا هو اللي بيقول لي ها انا زا. عيني. كأن انا يعني ايه? اول مرة اقول وهو اول مرة يسمع. لا الحقيقة هو سامع من زمان خالص. لان هو سابق علمه كل الازمان. لان الله فوق الزمان. محدش يجي يقول عشان ربنا يسمعني برضو دي فكرة مغلوطة سيئة جدا. خلي بالكم الحتة دي شوي. يقول عشان لو ربنا استجاب لي يبقى بيحباني. لو ربنا عمل لي كذا يبقى اسمعني. طب ايه رأيكم هو ربنا بيسمع بس مش عايز يعمل ده. لازم ربنا يحقق لي طلبتي وإلا هزعل. يبقى كده فعلا هو مش موجود. ومش هطلبه تاني. مش هدخل كنيسة. انا كأني بفرض على ربنا قالب لازم يدخل جواه. لو ما دخلش جوا القالب يبقى مش ربنا ما يعجبنيش ده. لا ربنا ما يدخلش في قوالب. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ما ينفعش اندخل ربنا في قالب. ماريا ممارسة. اخوات مين? العازر تمام. اخوه معي. فطبيعي ان ربنا موجود. يسوع لسه كان متجسد. فكان المفروض هما بيحبوه هو بيحبهم. هما عارفين انه عارف ويقدر كل حاجة. فكانوا مستنيينه يقولوله احنا منتظرينك تيجي تخففه. طبيعي ان ربنا يسوع بيشفي المرض. ده القالب. فلما اتأخر عليهم ربنا ما دخلش جوا القالب. اللي هم رسمينه. فزيع له منه. مريم رحت له قالت له لو كنت ههنا لم يموت اخي. يعني خسارة. كنت اظنك تقدر. لكن انت كنت تقدر وما جيتش. يبقى انت ما تقدرش. فعشان كده المسيح رد عليها قال لها لا لا. كسر القالب خلص بتاع التفكير. قال لها انا هو القيامة والحياة. ومن امن بيه ولو مات فسيحي حتى الموت. ربنا يقدر يغيره وخليه حياة. كسر كل الاوالب. ساعات لما يجي الواحد يقول يا رب انا لقيت في كتاب المعجزات بتاع الاديس فلان. المعجزة اللي شبه بالزبط هو حلته حلتي. وافضل عيط واطلب وصلي يا رب اعمل معايا بالزبط زي ما عملت معايا. ليه عملت معاو سيبني. كده انا عايز ادخل ربنا فين? في القالب. هو كده. وانا الكتاب هو اللي بيقول. فجأة انا عايز اعمل زي كتاب. يعني البابا كرولوس طلع من الصورة وكبر. يبقى انا عايز صورة بابا كرولوس المتعلقة في الصالة يطلع منها برضو ويجبال لي كده ويعملي معجزة. كنيسة الظهور بتحصل فيها مجازة انا بقى في قدام الصورة ومستنيع المعجزة تحصل. طب لو ما حصلت فيه ازعل نفس الحكاية. ربنا يقول لي لا اه انا مش بتاع انا مش بتاع اوالب. اللي يجي يطلب من ربنا طول الوقت اعمال معجزية فقط. يقول له يا رب انا محتاج معجزة محتاج معجزة. طب ما هؤلناس كانوا بيروحوا للمسيح يقول له كده اية 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 ترينا لنرى ونؤمن بك. المسيح ساعتها اعترض عليهم وقال لهم ايه. لا تعطى لكم اية الا اية يونان النابي. يعني بصوا زمان وشوفوا يونان. يقول لهم كما كان يونان في بطن الحوت. تلات ايام وتلات ليالي هكذا ايضا يعني يكون ابن الانسان في القبر تلات ايام وتلات ليالي. الله ما عملش معجزة ليه. هو كده هم كانوا متخيلينه بقالب فورم معين. لا انا مش كده. انا فوق كل الاوالب. اقدر اعمل كل المستحيل. وفي نفس الوقت لي السلطان ان انا اسكت. وايه ااجل الاستجابة او ارفض الاستجابة لو كانت مش للخير. بوليس الرسول كان الالب بتاعه مع ربنا ان هو عنده موهبة شفاء. كل الناس يحط ايدها عليها. يحط الضمضات بتاعته عليها. يعدي كده عليهم يخفوا. طب وهو نفسه. ما خفش. هو كان عنده امراض طلب من الله بدموع. وربنا قاله لا تكفيك نعمتي. لاني لان القواتي في الضعف ايه. تكمل. لو انا شرط على ايه. لو انا بقولس الرسول شرط على ربنا. قاله بقولك ايه بقى رب. مانيش عامل معجزة تانية ومانيش كارث غير لما تشفيني. كان خسر كل حك. خسر علاقته بربنا وخسر اكليله وخسر جهده الحسن. وخسر كل حك. لكن هو كان شاطر وعارف. طوع ربنا قاله وحاضر. خلاص انت رب عارف احسن مني. مش احطك في القلب. فمن هنا ورايه بلاش نتشرط على ربنا. ونقول له لو كنت كذا يبقى لازم تعمل كذا. لا ما يفعش مع ربنا الكلام ده. في موضوع تاني. في شوية يعني زي ما تقول كده مفاهيمة غلوطة. زي مثلا ان انا اندر لربنا. علشان اكبر ربنا. يعني ايه. انا ممكن اكون مش مقتنع بالندر ان هو الندر ده تقديس لي. او تكريس لي. في اندر علشان ازنق ربنا اقول له على فكرة انا انديتك. يا رب. مش بعد اما انديتك تكسفني. الندر كده بقى ابتزاز. انا اسف يعني. الندر كده بقى ابتزاز. لا. انا اقول له لتكن مشيقتك. الندر اصلا شريعة الندر في العهد القديم تخلي الواحد نفسه يرجع لربنا. هو نفسه يرجع لربنا. يقدس قلبه ويطهر نفسه من جديد. النزير ده ده راجل يعني مخصص لله بشكل لا يوصف يعني. لما انا بندر حاجة ربنا اوديها بيت ربنا ما رجعهاش. طب لو انا هندر هالربنا يهمه الكمة اللي انا هحطه في الصندوق ولا الخروف ولا الشمعة اللي انا هولعها. ما يهموش ده. او بيقول له يا ابني اعطيني ايه قلبك. لان الزبيحة لله روح منصحك. اما القلب المنكسر والمتواضع. يعني ايه زبيحة لله روح منصحك. يعني كل التخدمات والزبائح حاجات تفهة. لحمة تفهة. الريحة واللحمة والشاوية كله كله كلام تافة. اما القلب المنكسر والمتواضع. لا يا رزالي. يبقى ربنا يهمو اللحمة الندر ولا القلب المنكسر. القلب المنكسر والمتواضع. لما انا اكتفي بقى بالندر ان انا هروح احط حاجة وبتاع. وبس لكن ما فيش صلاة من جوه. ما فيش تكريس وتقديس للقلب. بخلاص عملت ايه. عملتش حاجة. دي فكرة مغلوطة عن الله. عشان كده كتاب يعلمنا. يقول كده ان لا تندر خير من ان تندر ولا توفي. فعشان كده انا مش عايز ندر وخلاص بس يتقلم. في ناس بتندر كتير قوي. زي واحد ندر انه هو يترهبن. لا اش عرفك ان انت تترهبن. مش هينفع. في فكرة مغلوطة تاني ان اي حاجة تحصل مش على مزاجي. اقول عليها ربنا زعلان مني. دي فكرة مغلوطة برضي. يعني مثلا حد عيه. بس يبقى وحش. شوف ربنا عمل في ايه. انا قلت من زمان. الودة. لا في حاجة. اكيد ربنا اداله المرض ده لاجل ان هو وحش. لا طبعا. الكلام ده المسيح قال لهم هم قالوا للمسيح قالوا له هذا اخطأ ام ابواه. واخدين بالكم لازم تبقى فيه خطية. قال لهم لا هذا ولا اخوة ولا ابواه. انما لكي يتظهر اعمال الله فيه. عشان كده ربنا بيقول لك كده. اياك تترجم كل مرض وكل ازمة انت فيها. يبقى ربنا زعلان منك. وكرهك. الواحد يقف يصلي. حاسس ان هو جوه قلبه ايه. يا رب انت انت زعلان ليه. انا ما عملتش حاجة. ويفهم ربنا غلط. لا. لا خلص. بالعكس. الساعات هي على فكرة دي نتيجة ايه يعني. لما نيجي ندعبس فيها كده نلاقيها نتيجة غلطة صغيرة في التربية. من احنا صغيرين. يقول لك ايه. اعمل كده عشان بابا يسوع يحبك. خدتوا بالكو دي غلطة شنيعة في التربية. قال لو ما عملتش كده بابا يسوع هيزعل. هو بابا يسوع خلق ديق للدرجة دي. يعني مسك مضرب دبان واي واحد يتحرك يديله على دماغه. للدرجة دي خلق ديق. ما يستحملش حاجة. او مال فين الله طويل الانا وكثير الرحمة وبار. بنعلم عيالنا ايه غلط. لما يجبروا بقى. ليل دول. لما يجبروا. اي حاجة تزعل يبقى ربنا مسك مضرب الدبان تاني. خلاص. هو زعل. ربنا زعل. ما نجحتش في الامتحان ده زعلان. بابا عي زعلان. ماما عيد زعلان. ربنا زعلان. ربنا طول وقت بيبقى في نظر الولاد اله مأموس. زعلان. لأ. دي صورة مغلوطة على الله. خالص. اياك نتفكر في الموضوع ده كده ابدا بالعكس. في ناس تاني تعكس. ده تطرف على فكرة اللي انا بقوله ده ايه تطرف. يعني التطرف هو ان انا افتك ان ربنا على طول على طول بيزعل. في تطرف مقابل ليه بالزبط. بيقول ايه? لأ ربنا ده عمره ما يزعل. لأ ده برضو غلط. دي فكرة مغلوطة عن الله. عمره ما يعاقب. زي بعض الطواب. زي اخواتنا البروتستانت يقولوا كده. ربنا ده ما يعقبش ابدا. لأ. بيعاقب. ده هو بنفسه قيل لي النقمة. انا اجاز يقول للرب. الله. ده هو اللي قال. سيجازي كل واحد حسب اعماله. ده هو اللي قال. ان انا من زمان غضبي على المسكونة في كذا وفي كذا وفي كذا. وغضب الله معلن على جميع فجور الناس. الله. اما الفين بقى ان هما بيعاقبش. لا بيعاقب. ده احنا ده بقول لسا الرسول يفضل يقول لنا كده انت بتستهين بغنى لطفة الله وامهاله. غير عالم ان لطفة الله انما يقتدك الى الايه? التوبة. انما من اجل اساوتك وقلبه غير التائب تدخر لنفسك ايه? غضب في يوم الغضب. ده غضب مين? غضب الله. يعني الشخص اللي مش بيحب يتوب مش بيرضى يتوب طول عمره. بيحوش عندي ربنا غضب. الله يبقى ربنا بيغضب بقى. ايه ربنا بيغضب. لهو بيغضب على كل حاجة ولا هو ما بيغضبش على كل حاجة. ربنا ليه حكمة في كل شيء. لو انا النهاردة اعادت افهم ربنا ان هو علشان الاجتماعات اياها والترانيم اياها والحاجات اللي فيها مشاعر زيادة عن اللزوم مش حقيقية مش روحانية فيحسسه الواحد ان هو فجأة لازم يعيش في التكيف وفي الحيطان البنبي بنبي اللي هي مفاش اي حاجة ايه فيها تعب. فحتى لو غلط مش مشكلة. هتروح السماء داخل كنعان يعني داخل كنعان. يعني اعمل براحتك اللي انت عايزه ايه? علشان ايه? علشان انت كده كده داخل انت وصلت خلاص. وينسيني خالص التعليم ده ان ربنا يجازي. وفي يوم اسمه يوم الدينونة. اللي يدينا الله في كل واحد حسب ايه? حسب اعماله. لا طبعا دي فكرة مغلوطة عن الله. فكرة مغلوطة تانية بس مشهورة اول يومين دول بالذات يعني. فكرة ان انا اتعامل مع ربنا في شخص الكهنوت طول الوقت ان انا طالب النبوة. قولي يا ابونا هعمل ايه? قولي يا ابونا اعمل العملاء دي ولا ما اعملش? قولي يا ابونا ربنا اصده ايه من الموضوع ده? قولي طب هنجح ولا مش هنجح? طب هسافر هاخد الفيزا ولا مش اخد الفيزا. قولي كلمة منفعة يا ابونا طول الوقت طول الوقت كده. اي واحنا في الدير. في زيارة. اي جلبية سودة معدية. يلا يتخذ رادارة. ابونا انت بركة. تعالي. قل لي. ها. هيحصل ايه في الموضوع الوادي ابني طالب بنت. هيتجوزها ولا هي كويسة? اخدها ولا ما اخدهاش? الوادي اخدها ولا ما اخدهاش? كأن ابونا ده نبي. اي جلبية سودة معدية? ان شاء الله يكون شماس اكلريكي. اي حاجة. تعال لازم تقولي. من فضلكم تعالوا نطلب الابوة من الكاهن. مش النبوة. الابوة مش النبوة. لان ابونا الكاهن مش نبي. طيب انا عايز اقولكم على حكة. الرد اللي بيتقلي دايما يا ابونا ما فيه الديسين عندهم شفافية. بيعرفوا في المستقبل. زي البابا كرولوس. صحيح? بابا كرولوس كان في اوقات كتيرة خالص. يكون ربنا اعلن له حاجة تخص الشخص اللي قدامه. هل معنى كده? ان البابا كرولوس كان بيعمل لي دعاية ويقول الناس تعلولي انا بعرف? طب ايه رأيكم في الناس للنهار ده بتعمل لها يعني دعاية يعني علشان ايه? تقول ان انا بعرف. ده في ناس بليها صفحات على الفيسبوك. تخيلوا? ده في بعض الناس بيبقوا زي ما تقولوا عملاء يعني ايه? اللي عايز حد يصلي له انا هروح اجيبهوه لك. يعني ما تقلقش ده شغل شغلتي انا انا بجيب فلاني. تيجي البنت مثلا اتأخر سن الجواز شوية صغيرة. شوية صغيرة. تقول لك ايه? ايه? ابونا الحقني اماما جابت واحد في البيت. ايه واحد ايه يا بنتي? قال لا واحد بيصلي. جابته منين معرفش. بس معروف انه بيصلي. طب من كنيسة ايه? معرفش. خلاص وضحت بقى. هو داخل زي ابونا بالزبط. كتاب المقدس تحت باطو. يقول لهم هاتوا كبات مية. هاتوا كبات مية. حطوا كبات المية. هنصلي. مزميرة هي. كلام ربنا. حلو. خلص الكلام. وبعدين. هنا في عمل. ايه بقى هنا في عمل دي عرفت من هنا في عمل. الروح الكدس اعلن. اعلن ل مين يا ابا? اعلن لي. هرش مية. وتصلي وتصومه. مش عارف ايه وتندره. ولازم تعمله كزا. نفس اللي احنا بنقوله هو. فيش حاجة اختلاف هو. هجيلكوا بعد اسبوع. هجيلكوا تاني بعد اسبوع. والبيت يدخل في حالة من الاكتئاب. حد عملنا عمل. حد كزا كزا. الامة في الاول كانت موهومة على بنتها ان هي الوحديها اللي فيها مشكلة. طلع البيت كله مكهرب. فيه هنا اه ناس مشاهير في الزتون بيجولنا من طوايف. مشاهير صحيح يعني. وعندنا اسماء كتير لحاجات دي. مرة روحت الاسرة الامة فيها جاية بتبكي بتقولي بنتي جلحة لنفسية. عملت عيات. خير. اصلا هي اتاخر سن الجواز وامعادي ما كل البنات اللي بتاخر سن ما بيعودوش عياته. ايه اللي حصل. قلت لي اصلا جبتوا واحد في البيت. وحصل كزا اللي انا قلتلكوا بالزبط. فالبنت زعلت من ربنا. وقلت له انا بغدمك طول السنين دي. ومعاك يا رب في كنستك وبيتك طول السنين دي. ودلوقتي اكتشف. ان في حد عامل لي عمل. طيب وانت فين يا رب. وزعلنا من ربنا مش عايزة تنزل. شفتوا بقى الخدعة جت ازاي. طبعا لما انا روحت. وعرفت القضية ديا. يعني هم قالوا لي صلي حاضر صليت صلاة بركة عدية. انا لا عندي روح ادخال ولا اخراج ولا حاجة من دي بتاع الشهادين ولا عرف الكسة دي خالص. بس قلت لهم بصوا بقى المقلب اللي خدتوه كان كذا 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 كذا. انتي غلطتك يا ماما انتي عملتي كده. البنت لقيت وشها نور. انبسطت. حد قال لي ماما انتي غلطانة. بس لالامة كانت شديدة يعني مش من النوع المسيطر يعني. فالبنت نورت كده. قلت لي يعني ربنا مش هو اللي عمل كده. قلت لي مفيش اصلا حاجة اسمها كده. الاعمال والشياطين والكلام ده يؤثر في الناس اللي بعاد عن الله ورفضين التوبة ومسلمين حياتهم لابليس. انتي يا بنتي مش كده. وخلاص الموضوع خلص وانتهى. كان الحاجة الوحيدة اللي خدوها القانون ان لو دخلوا الشخص ده تاني في البيت ما يتناولوش غير لما يروحوا يعترفوا. بس يعني لكن الامور مشيت كويس. فهمتوا ازل زين فيه فكرة مغلوطة عن الله ندبس ربنا في حاجة هو باريء منها. ما ينفعش الكلام ده. من ضمن الافكار المغلوطة ان ربنا عايزنا نكون ضعفة. يعني ايه بقى يا ربنا عايزنا نكون ضعفة دي? يقول لك اصلا دايما لما يجي اخد حق ايه? الكنيسة تقول لي من ضربك على خدك الايمن هاي? حاول له الاخر. انا عايش مظلوم طول عمري. ربنا عايزني تعبان. ربنا يعني ده ده لو شاف ربنا اللي بيعملوه فينا. وافتك ان ربنا عايزني اخد على قفايا على طول. ما ردش. طب ايه رأيكم في اللي المسيح عملو? في يوم المحاكمة. لما جه عبد رئيس الكهنة وضرب المسيح بعنف. هو ضرب المسيح بعنف ليه? ما كل ناس بتضرب المسيح. تعرفين في اليوم ده? المسيح اتجلد. اتجلد مرتين. اتجلد مرة من اليهود في بيت رئيس الكهنة في المحاكمة. اتجلد تاني عنده رومان. لما المسيح قعدوا عليه الكتيبة طول الليل يضربوه. سواء العساكر بتاع الجنود الهيكل في قلعة انطونيا لقصاد الهيكل. دول كانوا عنده رئيس الكهنة. واحد من الخدمين بتوع رئيس الكهنة بيوجب مع رئيس الكهنة. بيقول له ان الراجل بتاعك. مش انت قابض على ده. طب ستفرج انا هروأهو لك. فرح قدام المسيح وهب ادي له ضربة كبيرة. ايه رأيك المسيح قال له ايه بقى? قال له ان كنت تكلمت رديا اشهد على الرادي. وان لم يكن فلماذا تضربني? طبعا الدنيا وقفت خلاص. وقفت. فاهمين قصدي? اذا كان ربنا عايزني ضعيف. وما ليه بلس رسول استخدم القانون الروماني فانه يجيب حقه لما تسجن ظلم. وعمل الموضوع ده مرتين. لما تسجن ظلم. طب ما لهو ربنا عايزه ضعيف ما كان يبقى ملتشى بقى. لا. ايه رأيكو في الموضوع اللي قالوا يحنى المعمدان للجنود لما كانوا جايين يتعمدوا منه على نهر الاردن. الجنود دول ناس حاملين سلاح. ناس معهم سيوف ممكن يعوّروا يموتوا. لما جيه الجنود تسأل يحنى المعمدان قالوا لهم كده لا تظلموا احد ولا تشهب احد واكتفوا بعلاقفكم. لكن شغلانة السيف خليها شغلانتكم ليه لان انتم جنود. انتم شغلانتكم كده. طب ما الجندي ده ايه ضعيف ولا قوي. طب ايه رأيكم في الشغلانة بتاعة ابو سفين. كان بيشتغل ليه الراجل ده. عسكرية. عسكري كده. اسمه عسكرية. رئيس جيش الامبراطوري. ايه رأيكم في ماري جيركس. كان قائد برضه. ايه رأيكم في بسخيرون. امير تدرس اسمه كده الامير تدرس. ايه رأيكم في القديس موريس. قائد كتيبة دي كانت فرقة صعقة. كانت فرقة صعقة صحيح بتاع الكتيبة الطبية دي. كانوا اشهر اشهر جنود عندهم قوة في الامبراطورية. لده رجبهم من اللقصر من تحت كده من الصعيد. وده من سويسر. عشان ما فيش حد في الدنيا دي. اجدع منهم. عشان يقمعوا الصور اللي هناك. كانوا اقوية ولا مش اقوية. ربنا عايزني اكون ايه. انما مش ظالم. حلو. انما مش عنيف. انما مش شرير. عشان كده يقول لا تجاوبوا عن شر بشر ولا شتيمة بشتيمة. فاهمين قصدي? يعني اخد حقي بالزوء وبالادب وبالقانون. طب لما يجي حد يعتدي على حقي. ما طالبش. عشان انا مسيحي? لا. اطالب بحقي طبعا. اطالب بحقي. اظلم حد? لا. اعمل عميل الناس لما بيعملوا قضايا واقجر ناس وشهادة زور? لا. هقول الحق. وهعمل الصح. قلنا يا ربني مش هعيزني ايه? مش هعيزني ضعيف. فكرة اخيرة عن الله ان هو كان زمان في العهد القديم اله قاسي. وهو في العهد الجديد اله ايه? حناين. لا الحقيقة مش كده. الفكرتين غلط. لان الله هو هو. امس واليوم. يعني زمان كان قاسي? لا. طب كان ضعيف وحناين زيادة عن اللزوم لدرجة ما بيشدش على الناس? لا. الاتنين. يقول كده. الحق والرحمة اجتمع البر والسلام تلاثما. يعني الاتنين سوا مع بعض. توازن. دي الحكمة. الحكمة اللي فيها الاتنين. هو يجرح وايه? ويعصب. يعني لو كان هو بيجرح بس يبقى قاسي. لو كان بيعصب بس يبقى ضعيف. لكن هو بيعمل الاتنين. يجرح ويعص. طب دي قولي ايه على الحروب بتاعة العهد القديم. ما كنت بقى ايه? عنف ودم وحاجات صعبة. ويقول لك شوفوا ربنا قاسي. لها الحقيقة ببساطة. سؤال بس كده الموضوع ده ياخد منها بتاع خمس دقيقة. زمان في العهد القديم. الشعب اسرائيل لما كان خارج من ارض مصر. كان فيه حكومة. طب كان فيه بوليس. طب كان فيه دستور وقانون مدني. لا. ما كانش فيه كلام من ده. فلشان كده رمى ربنا اراد انه يوضع الشريعة. حط فيها قوانين مدنية لان ما كانش فيه اصلا قوانين مدنية. وحط كمان قوانين روحية. لان هما كانوا محتاجين الاتنين. من القانون المدني الطبيعي بتاع اليومين دول حتى. اللي عمل جريمة يتحاكم ولا ما يتحاكمش. طب اللي قاتل. ها. اللي راح الواحد وقاتله. عقوبته ايه في القانون المدني اليومين دول. لو مع سبق الاصرار يحصل ايه? اعدام. احنا بنقول حرام دلوقتي. بنرضى. هل دي اسوى من ربنا? حد يقولك اليومين دول اصلا فيه اعدام يبقى فيه اسوى? لا ده قانون. ده طبيعي. في العهد القديم ربنا حط القانون اللي نلقاتلي تقتل. فلما كان فيه شعب بالكامل بيعمل جرائم اتجاه شعوب اخرى ربنا يصبر عليه سنين طويلة انما بعد كده يقول ليه النقمة انا اجازي. يجازي ازاي? بالقانون. ايه هو القانون? ان من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. ربنا ممكن يعاقب شعب بالكامل او شخص? عخان بن كارمي كان شخص. انما المسكونة كلها وقت نوحي. كانت في الشر? في ايه اللي حصل ربنا جاب الطفان? تفاهمين قصلي ازاي? لكن لما كان في واحد بيتعامل مع الله بالحب زي ابراهيم. كان بتعمل معه بالحب. يقول هل اخفي عن ابراهيم حبيبي ما انا فعله. الرئة دي يا رب. ويسمي دانيال الرجل المحبوب. ويظهر لستات ورجالة كتير خالص في العهد القديم. ويحنن ويتحنن على شعوب بالكامل ويعمل معجزات عجيبة على قدن الانبية. عشان هو اله ايه? حنين. اللي يجي النهاردة يقول لا اصل في العهد القديم. ربنا بقى. شوف يقولك ربنا بقى. تحول يعني. لا. الله ليس عنده تغيير ولا زل دوران عشان نقولك ربنا بقى حنين. لا. ربنا ما بقاش حنين. هو اصلا حنين. عشان كده ما يجي واحد يتخيل. ان ربنا في فكرة مغلوطة عنه انه كان قاسي وبقى حنين ما يفهموش. والفكرة المغلوطة دي اول من 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 الافكار الاساسية اللي بيستخدمها الشيطان عشان يضحك على العيال في قصة الالحاد. يقولك اله العهد القديم. اله الدماء. لا طبعا. ده اللي بيقول كده واحد مش مركز في الانجيل. مش مركز في الانجيل. متحامل على ربنا. تعال اختبر ربنا كده زي ما داود كان مختبره. شوف الحب اللي كان بين داود وربنا كان قد ايه. من حبه ليه ما يعرفش ينام. صلى سبع مرات طول النهار. سبع مرات في اليوم سبحتك. بالليل بقى ينام له ساعتين بس يصحف وسطهم مرة يقولك اقوم وقت السحر. لأسبحك على احكام عدلك. اشتقت عليك كما تشتاقل ايه اللي جداول المياه يعني وحش تاني. ايه الحب ده اذا كان هو اله قاصم مال. هل داود ما خانش واخد باله. لا طبعا كان واخد باله. فهو ربنا كده حلو طول الوقت ايه حلو. احنا كده اتكلمنا عن حاجات كتير. ارجو ان احنا ايه بقى ما يبقى اشتقلنا عليكم في الجرعة دي. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل قوان وإلى ظهر الظهور امين. بلنشكر والسابونا يا جرجس. هلو الالذي انارد تعليم المقدسة عكلنا. اتفضل وانيصالي. اخيرا ربا شفاعت امك العطر مريم وجميع كده سيك. اسمعنا رب ورحمنا. اقول لك بشكرك وقالين. ابانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك. ياتي.